جزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت أن الطور الابتدائي لا يتطلب أساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية وأضافت بأن تدريس المعلم لكل المواد بالطور الابتدائي بما فيها التربية البدنية أمر عادي حول هذا الموضوع تشرف بحضور معلمة بالطور الابتدائي وهي ميرا بودري كما ستكون معنا عبر الهاتفة عباشر عدوى الجمع الوطنية لأولياء التنميذ أرحب بك ساميريا أهلا بك شكرا أهلا بك إذن ساميرا نبدأ بالحديث لأن هذا الأمر له علاقة مباشرة بكم كمعلمين في الطور الابتدائي حصة التربية البدنية كيف تقومين بها على مستوىك على الأقل إذن بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء أعطمهم دعيني أعرف لك سيدتي أن حصة التربية البدنية ما معنى كلمة التربية البدنية تربية البدنية وهي عبارة عن نظام تربوي عميق الاندماج بالنظام التربوي العام وهي عبارة عن نظام يسعى إلى تحقيق كل الأهداف وغايات ومتطلبات النظام التربوي العام هذا فيما يخص معنى أو مفهوم التربية البدنية إذن وفيما يخص ونعتبر أن الطفل هو محور العملية التعليمية التعلمية والأستاذ هو بمثابة محور أساسي في هذه العملية التعليمية فإن الرسالة تنتقل من الأستاذ إلى المعلم عبر قناة هذه القناة تكون سواء عبارة عن معلومات تقدم له في شكل حصة تربوية بما فيها حصة التربية البدنية نعم سيدتي الكريمة هو أنه تم إدماج هذه الحصة التربوية كنظام تربوي أساسي في الحجم الساعي لعدد الحصة التربوية المقدمة من طرف الوزارة لكن للأسف الشديد نرى أن هذه الحصة يعني ما عندهاش أهمية بالغة على غرار معظم الحصة الأخرى كم تخصصون في الأسبوع نعم عندنا حصة واحدة في الأسبوع وهذه الحصة هي في التوقيت الزمني مدرجة ضمن اليوم الأخير من أيام الأسبوع يعني وهو يوم الخميس هل أنتم مع فكرة أن يكون هناك أستاذ خاص بالتربية البدنية للأطفال أو للتلاميذ بالطور الابتدائي هل تجدون نفسكم يعني بطريقة أو بأخرى مضطرين القيام بها وأنتم نوعا ما ضد فكرة القيام بهذه الحصة نعم سيدتي الكريمة بصفة أستاذة في الطور الابتدائي في مدرسة ابتدائية فأنا أرى أنه من الواجب أن يكون هناك أستاذ مختص في هذه الحصة لأنه جد مهم لأنه هو الذي يعلم بخصوصيات هذه الحصة وما يقدم فيها مثلا أنا بصفة أستاذة في الطور الابتدائي نعم أنا أهتم بكل الدروس وبكل الحصص وركي تعرف سيدتي الكريمة أن الأستاذ عنده تحذير يومي جد صارم لازم يتابعه ولازم يعني يقوم بيها لكي يستطيع أن يقدم الدرس بأحسن وجهه لكي يقدر يلحق المعلومة للتلميذ بصورة جميلة وجيدة أنا مع هذه الفكرة وأساندك الرأي مئة في المئة يعني يجب توفير أستاذ مختص في الميدان باش يقدر 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 يدوز لأحسن شكل وعلى أحسن صورة أنا ما نقولكش أني مانيش نقدمها أنا وزاميراتي نقدموها والتحذير اليومي تاعنا يعني يدفع باش ندخلو إلى شبكة الأنظم هل هي على أي حركات التي تقدمينها؟ هل تم تكوينك في المجال مثلا؟ شوفي أنا أتحدث على لسان الأساتذة لم يتلقوا تكوين في هذه المادة هي عبارة عن نشاط عميق الاندماج بالنشاط التربوي والنظام التربوي كما قلت لك في البداية سيدتي الكريمة أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف التربوي التي تسعى إلى تحقيقها التربية العامة أو النظام التربوي العام نحن لم نتلقى تكوينا في هذا الميدان ونأمل أن يكون لدينا تكوين يعني تلقي تكوين في عام الماضي فيما يخص الجيل الثاني هذا يعني وقدمنا وكانوا المفتشين نشكرهم كانوا مهتمين بهذا التكوين يعني لو كان ماشي هذا التكوين ورانا الآن في التطبيق ما كناش رايحين نوصلوا إلى نتائج التي حقناها الآن ما كناش رايحين نوصلوا إلى العملية التربوية أو المناهج تعلمية تعلمية اللي رانا نقدمها الآن للتلاميذ ماذا بي أنا وكان يكون حصص كثيرة يعني يدمجون الأساتذة في تكوين هذا لأنه جد مهما يعني مبدئيا إذا تم تقديم تكوين للمعلم بالابتداء في مجال الرياضة ليس لديكم أي إشكال ليس لدينا أي إشكال هل لديك مخاوف أن يكون هناك أخطاء في من الحية البدنية أو الحركات المقدمة نوعا ما ما هي أكبر مخاوفكم لا سيدتي الكريمة احنا قبل ما نديو هذه الحصة التربوية يعني قلت لك نكونوا حضرناها من الجانب هي ما معنى حصة التربية البدنية هي تكوين النشاط الحسي الحركي لدى التلميذ باش يتوافق مع النشاط العاطفي والمعرفي لديه والاجتماعي ممتاز يعني لن نوفق بين عمليتين هنا ساميرا سأوصل الحديث معك لأن سيدة فاتحة باشا تلتحق من الآن عبر الهاتف سيدة فاتحة باشا مساءكي سعيد إذا نقاشنا اليوم حول الموضوع سيدة فاتحة باشا بحديثها كعضو بجمعية أولياء التلميذ عن أهمية استقدام حتى أساتذة من الطورة المتوسط حتى يقدموا هذا النشاط للتلميذ بالابتداء فقط سؤالي لك من خلال احتكاك بمعلمين مثلك ما مدى جدية بعض المعلمين في القيام بهذه الحصة خلال الأسبوع هل بعضهم أحيانا يتخلى عنها يلغيها هي سيدة الكريمة هي عبارة عن حصة أساسية نعم فيما يخص الحصة الإجبارية لدينا حصة اللغة العربية حصة الرياضية هي عبارة عن مواد أساسية في تعليم الابتداء وحصة التربية البدنية هي أيضا مدرجة ضمن هذه الحصة ولديها حجم ساعي مخصص لها إذن هي يعني إحنا كان حب ذا يعني على الرغم من المناشير التي تأتي من الوزارة وإحنا على أرض الميدان نطبقه وكل هذا الشيء مدى بنا يعني نطلقه وتكوين والمؤسسة التربية يتوفرنا الوسائل لأنه إحنا رأنا نقدم رسالة للتلميذ هنا يعني كي قدمه درسة التربية البدنية سيدة الكريمة أو الرياضية رأنا نقدمه من خلالها شيء رأي يستوعبوا يعني من خلاله يتكاملوا النشاط الحركي الحسي والمعرفي الاجتماعي يعني كما قلت تفضلت به سيدة الكريمة العقل السليم في الجسم السليم لذلك أنا مثلا قدمه حسة التربية البدنية اليوم موضوعها هو توفق الأطراف أو تنسيق بين الأطراف في الجري في إطار المنافسة إذا رأنا نقدم له شيئين مهمين جدا سيدة الكريمة أول شيء وهو يعني كيفاش ينسق بين الأطراف تعوف الجري وعملية الماشية وكيفاش يعني يكون في إطار المنافسة بين زملاء رأنا نبلغلوا رسالتين هما وهذا شيء جدا مهم ونطلب من المؤسسات والهيئات المختصة تقدمنا التكوين في هذا الميدان حبذا لو يكون ذلك وتوفرنا الوسائل اللازمة لكي نؤدي صورة على أكمل الوجه ممتاز جزيلة شكرا لك ساميرا بودري معلمة بالطور الابتداء وكذلك سيدة فاتحة بشا التي كانت معنا عبر الهاتف شكرا لك على الحضور على هذا التحليل الذي قدمته أشكرك بدوري وأشكرك كل المهتمين بهذا القطاع بما فيهم المفتشين والمديرين وعلى وجه الخصوص مدرسة الابتدائية الخنساء وكل العمال في ذلك المجال شكرا